يانج هويان اسم يثار حوله جدل كبير في عالم المال والأعمال في آسيا فهي تلك الصينية التي كانت الأغنى في الصين وهي في عقدها الثالث وهي المرأة التي احتلت مركز أغنى سيدات آسيا قبل أن تتخلى عن اللقبين وتكتفي بثروة تقترب من 6 مليارات دولار فما سر هذه الثروة؟ ولدت يانج هويان عام 1981 بالصين وهي ابنة رجل الأعمال العصامي يانجو تشيانج ولكنها لم تنشأ في كنف والديها حيث انفصلا في أوائل الثمانينيات لتمكث في رعاية جدتها عندما كانت هويان في الخامسة كان والدها قد أسس مجموعة كونتي جاردنز العقارية وكان يستحبها معه دائما لتتعلم منه فهذا الرجل الذي كان ابنا لمزارع وأصبح مطورا عقاريا معروفا كان لديه الكثير ليعطيه في عام 2003 تخرجت هويان من جامعة أوهايو الأمريكية من قسم التسويق والخدمات اللوجستية وعملت بمجالها خارج الشركة قبل أن تعمل مديرة للمشتريات في شركة والدها ثم مديرة تنفيذية للشركة في عام 2005 حول والد هويان سبعين في المائة من أسهم الشركة إليها قبل أن يطرحها للاكتتاب العام ما جعلها رئيسة لمجلس الإدارة ورئيسة تنفيذية كما أصبحت أغنى مرأة في الصين قبل أن تصنف كأصغر مليارديرة في العالم في أبريل عام 2007 عندما جمعت الشركة مليارا وخمسة وستين مليون دولار في بورصة هونغ كونغ نجحت المليارديرة الصغيرة في تطوير أعمال الشركة التي باعت في عام 2014 نحو مليون ومائتي ألف متر مربع من العقارات السكنية بمتوسط سعر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دولارا للمتر المربع لترفع ثروتها في العام التالي إلى 22 مليارا ومائتي مليون دولار أمريكي خلال أول أربعة أيام تداول من عام 2018 ارتفعت ثروة هويان بمقدار ملياري دولار بسبب زيادة حصة الشركة لتقدر بنحو 27 مليار دولار أمريكي واعتبرت أغنى مرأة في آسيا ما أثار ضجة إعلامية حول سر هذه القفزة المالية في عام 2020 مع أزمة العقارات في الصين انخفض الثروة هويان من 23 مليار دولار أمريكي إلى 11 مليارا وثلاثمائة مليون دولار أمريكي لتخسر بذلك أكثر من نصف ثروتها ولقبها كأغنى سيدة سواء في الصين أو في آسيا وهما أثار ضجة جديدة حول ثروتها فطاردتها اتهامات من جهات إعلامية واقتصادية ووصفها البعض بصاحبة الثروة المزيفة رغم ذلك تجاوزت هويان الأزمة ببيع بعض أسهم الشركة كما استفادت من استثماراتها بمجالات أخرى مثل التكنولوجيا والتعليم والعلامات التجارية الفاخرة اليوم لدى هويان ثروة تقدر بخمسة مليارات وتسعمائة مليون دولار مع حصة تعادل سبعة وخمسين في المئة من أسهم مجموعتها العقارية بينما لا تزال ثروتها مثارا للجدل على المنصات الإعلامية اشتركوا في القناة